ردود فعل الجزائريين السياسية حول قانون التجنيد الإجباري خامساً الفرار من جبهات القتال السلام عليكم مرحباً بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات الفرار من جبهات القتال أدرات المجندون الجزائريون بفضل الدعاء الألمانية والعثمانية والليجان التي أسسوها مع المغاربة في أوروبا أنهم يدعمون فرنسا في حروبها الإمبريالية ففروا من الجبهات القتالية وتانوا مزوادين بأسلحتهم وبالخبرة العسكرية التي ارتسبوها ووظفوها في تنشيط حرب العصابات بهدف تحرير بلادهم كما فر بعضهم من معسطرات القتال بفرنسا ولجوا إلى الدولة العثمانية أو إلى بلين ومنهم الضابط الجزائري واسمه بلقاسم بوتابويا وعرف في التتابات التي نشراه ونشرت عنه تحت اسم الحاج عبدالله بوتابويا الذي ألف تتابين أولهما تحت اسم الإسلام في الجيش الفرنسي وثانيها تحت عنوان الجنود المسلمون في خدمة فرنسا وضعتها الدكتور التاليري العجيلي في تتابه المصطور أنفا أن الحاج عبدالله بوتابويا نشر مطالات موثقة وفضح فيها الدور الذي لعبه وقدور بن ربريت منذ التمهيد لاستعمال مغرب الأرصى بداية من سنة 1902 ميلادي لدى المفوضية الفرنسية بطنج إلى البحث الفرنسي على الحجاز لدعم شريف حسين لقد انزعجت السلطات الفرنسية تثيرا من هذين التتابين للحاج عبدالله بوتابويا الذي فضح فيها سياسة فرنسا التي استعملت عاملين للرد على الحاج عبدالله وهما بومزاق الوانود المطراني الإيمان بمدينة الأصنام وعبدالرحمن التضرانج الذي كان يشغل خط عدل بالمحتمى الماليتية بمدينة الجزائر وتانى مما أمر به من طرف الفرنسيين أن يرد على الحاج عبدالله بوتابويا فتتبعوا تتبع لهم ما وضع اسميه ما عليه وهو تتيب تحت عنوان الإسلام في الجيش الفرنسي رد على الأتذيب وبالتعاون مع إخوانهم التونسيين أسس الجزائريون لجنة استقلال الجزائر وتونس في جينيف والتي أصدرت مجلة المغرب تم أنشأوا لجنة أخرى ببلين وبنفس الإسم وبرأسة صالح الشريف وطامت بحملة معادية لفرنسا وعملت على استقبال الجنود الفرين من الجيش الفرنسي وطامت هذه اللجان بتوزيع المناشير في الجزائر لتوعية الأهالي بضرورة الامتناع عن متاتلة الدولة العثمانية وألمانيا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد المجيد